سيد رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات على احتفائية لتكريم المرأة الجزائرية السيد الرئيس ولد وصوله للمركز الدولي للمؤتمرات طاف رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالمعرض الذي أقيم خصيصا لإبراز إبداع المرأة الجزائرية في مختلف المجالات الحرفية التي تواصل خوض تحديات بناء الدولة الحديثة والمجتمع الذي يسوده الاستقرار وتطبعه السكينة السيد رئيس الجمهورية الذي يجدد في كل مناسبة على أهمية المرأة في بناء الأسرة وتنمية المجتمع يؤكد دائما على ضرورة إشراكها في مسار التنمية الوطنية الذي تشهده الجزائر الجديدة السيد رئيس وهو يطوف بأجنحة المعرض كان له حديث مع المرأة ومختلف الحرفيات التي تمرت عبدالطيفر حال بالعاصمة على مراسم رئيس الجمهورية على مراسم حفل نظم على شرف المرأة الجزائرية بالمناسبة حفل والتكريم الموسوم بالمرأة الجزائرية نظالات مكتسبات وآفاق حضره كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب مجاهدات وشخصية نسوية وهي المناسبة التي يتجدد فيها العهد مع المرأة الجزائرية التي عرفت بنظالاتها ابناء ثورة المجيدة وكذلك بعد الاستقلال حيث نظلت المرأة على مختلف الأصعدة من أجل بنائي المجتمع وتكوين أجيال من الشباب الذين ساهموا ويسهمون اليوم في التنمية الشاملة للبلاد ضمن مصاري الجزائر الجديدة الذي يقوده باقتدار وحكمة السيد عبد المجيد بون رئيس الجمهورية